السلام عليكم ورحمة الله نتحدث اليوم عن تشخيص العاقة السمعية في نوعين للفحص السمعي عشان نشخص العاقة السمعية في نوعين للفحص السمعي وعايزين نعرف كويس ان اللي بيهم بالفحص السمع او تشخيص العاقة السمعية اخصائي انفو اجن وهنجرة متقصص في مجال السمعيات طيب الفحص الاول هو الفحص السمع عن طريق التوصيل الهوائي بيتم نقل الصوت عن طريق السمعات الى الازم ده نوع من انواع الفحص الفحص السمعي الاخر عن طريق التوصيل العزمي بننقل الصوت الى عزم الجمجمع عن طريق الاقطار طيب كمان في تشخيص العاقة السمعية اذا زهر الفجدان السمعي عن طريق التوصيل العزمي بيكون فيه عندنا فجدان سمعية توصيلي. اما المخطط لو ما ازهرش فجدان اذا لمزر المخطط فوق فان المفحوص يعانى من فجدان سمع حص عصبي او سمع ايه مختلط. وعندنا بقى دي بعض العلامات خاصة بالفحص السمعي زي ما احنا شايفين. طيب. في بقى بعض الاعراض ده المهمة بالنسبة لنا على تعطبة مؤشرات او اعراض على احتمال وجود صعوبة سمعية. الصعوبة في فهم التعليمات وطلب اعادتها. اخطاء النطق. عدم اتساق. نغمته الصوت. الميلة للحديث بصوت مرتفع اللي تلاقيه دايما معله صوته. فاحيان كتير جدا يكون عنده ايه السمع ايه في بعض المشاكل. تفضل استخدام الاشارات اثناء الحديث في البعض. يشاوه ما يحبش يتكلم برضو ممكن يكون انه هو عنده مشكلات في السمع. ظهور افرازات من الازن صددية او شمعية. طيب امالة الرأس الجهة معينة اثناء الاستماع لشخص اخر تحاشي المشاركة في النشاطات التي تتطلب الكثير من ايه من الكلام. وكل ده يعتبر من الاعراض اللي بتدل على رجول صعوبة سمعية او مشكلات في السمع.